يهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا عشنا على مدار الأيام الماضية فعاليات فنية عدة أما اليوم رح نقول لكم فعالية استثنائية لطالما انتظرها سكان وزوار منطقة القصيم حفل فني كبير لفنان العرب محمد عبدو والفنان الكبير خالد عبد الرحمن حفل انتظره جمهور الفناني لفترة طويلة اذ اختار فترة طويلة اذ نفتت التذاكر من اللحظات الأولى منذ طرحها اذ تم بيع كافة التذاكر والتي بلغ عددها 3.800 تذكرة للأفراد والعائلات ويعد هذا الحفل الغنائي الأول الذي يجمع الفنانا محمد عبدو وخالد عبد الرحمن ويقام الحفل الغنائي في مدينة ملك عبدالله الرياضية ببريدة بمنطقة القصيم مباشرة رح ننتقل للقصيم ومن هناك مراسل MBC أحمد العثمان سامعنا يا أحمد أهلا وسهلا تغريد ومساء الخير طبعا أول شيء أحمد نعم أنا تغريدك أكيد احنا رح نسألك عن الأجواء لكن قبل ما أنا أسألك عن أي أجواء للحفل والاستعدادات وكل شيء أبغى أسألك يا أحمد عن شعورك أنت كشخص عايش في القصيم ومن أهل القصيم أنت من أهل بريدة كيف شعورك اليوم وهذا الحفل التاريخي اللي رح يقام لفنان العرب محمد عبدو وطبعا مخاوي الليل خالد عبد الرحمن صحيح مخاوي الليل اليوم الحفلة تغريد مختلفة القصيم بأكملها من سكان منطقة القصيم والمحافظات المجاورة ينتظرون هذه الحفلة اليوم تغريد أنا أقف بجوار المسرح الذي سيقف على خشبته الفنان محمد عبدو وكذلك الفنان خالد عبد الرحمن الذين جذبوا كل هؤلاء الجماهير حيث أنه أعلنت الهيئة الترفيه يوم الثلاثة الماضي عن إقامة هذه الحفلة في منطقة القصيم بعد عدة ساعات أعلنوا أنه سيتم طرح التذاكر خلال الساعات في أعلى قياس مر على الحفلات في السعودية تم بيع جميع التذاكر خلال 21 دقيقة فقط هؤلاء الجماهير الذين أتوا من مدينة بوريدة وعدد من محافظة القصيم عاشقين للغناء عاشقين للفن السعودي وكذلك لصوت محمد عبدو وخالد عبد الرحمن هذه الحفلة تأتي ضمن حفلات السعودية التي أقيمت في ينبو وكذلك في جازان وحائل وكذلك في الرياض وهذه محطتها الخامسة في القصيم وتحديدا في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بوريدة ترجمة نانسي قنقر